موسيقى وديت البوليس كان بلغ لأساس الخيانة الزوجية أصلاً أنا ممزوجة شانوية أي ناصب عدية مهم زادت الميلفات اللي خرج لي شي سبعة الميلفات اللي عندي معاه السيد كان الشكاية اللي كان ديرك أدخل لي أنا لحفظ الشكاية ديله وكي تتفاعله كانت تلقيت بمشكلة في المحام ونت محامية ما بغيرانه وبعليه في المغرب كامل خرجت للرأي العام طلب سمو حامون الحمد لله جاءت عندي أستدى مريم الإدريسي ودرتني داع الأستدى لابنة صغيرة شكروا لي الناس جاءت عندي أستدى لابنة صغيرة هاد سيد كندوز جلسة سنوية ميل فتحكم عليها أنا وياه أعطوني أنا شهرين سورسي وهو أعطاوه شهر سورسي وما متاسلش قدمني يا بالعامة وما دوزوش من الجلسة السينطاق أعطوني أنا شهرين سورسي وحضر الشهود ديالي كيصرحوا سيولمية رامرة حاملة وكرشة الفمها وكيضربها وصرحوا الشهود رغمها دالك أنا شهرين سورسي وهو أخذ شهر وخمسمية درهمة الغرامة أنا شهرين وألف درهمة ديالة الغرامة ودير أدعوها ديال ليه يتوبوت نسب ديال بنتي مريم هو جه حط المذكرة ديالو دير مو حميم والرباط حط المذكرة ديالو المذكرة شنو كيقول فيها كيقول فيها خسكم ترفضوا لها الطالب جايب شي هضرا وشي حضر الدين زعمه حيسم اللي كان كي ينصب عليها ما عارش الدين ديك الساعة ديالو فين كان حضر شي هضرا وحضر شي هدية ولا خسكم ترفضوا للطالب احنا حط الأستاذة ديالي لبنان صغيرة مشكورة حطات لي مذكرة تحكم الميل في الصالح ديالنا اللي جلسة البحث جلسة البحث ما بغيش يجي جاو شهود عندي استور بعين شهد وهو ما بغيش يجي عندي الأدلة اللي قاطعة إنه كسبين هاد سيد راز زوج ديالي والسيد ما بغيش يجي السيد عندي قوديو عليه اللي سيقول لي هذاك العقد سنقول له انا وش مش مراسك سيقول لي اه قل لي ما سعيتيش لي قل له عش من عيشلك انا مراسك قال لي وش انتي مراسي بيني وبينك شي عقد قلت له ذاك العقد لي عندنا شنا هو قل لي ذاك العقد لي عندك سير يديه تسبخري به سير يديه ديريه في عنقك سير يديه ليهم بحلقة بهذا الأسلوب هذا انا دخلت في عسيصام اليوم بش ما نطولش عليكم هاد الشرم عروف ودبل ما نطول على الإخوان اه دخلت في عسيصام اه شي سيمانة من نهار الجلسة اللي يقع فاش تحس في باب دي المحكامة كانت درس واحد ضجة اه صافي قلت هاد السيد ماذا ما كيبغيش يجيع علمت انا ديك الساعة لما ندخل في عسيصام واعتصام ليه واحد صافي حطيت الإعلان ديالي علمت في الصفحة ديالي في فيسبوك علمت في القناة ديالي في اليوتيوب دي خارجة ضحية المحامي حطيت فيها قلت ليوم انا نهار الفلال فلاني انا السيدة ضحية المحامي نهار 22 غدا ندير اعتصام واعتصام ليه واحد اضراب عن الطعام وغا يوصل حسن القدر لنخيط فمي انت غدا نخيط فمي اه الدخل المحامون ديالي ما خلاونيش قلو ليه كان حفل ولكلا درسيها ما نقوليش نجيو عندك الجيران الناس كل شي بقى كيطلب بما فيهم منابر اعلامية صحافة قل لي احنا نجيو عندك اش عجيو نديرو عندك نجيو عنصوروك نتعس خيطي فمك باش عس هدري لخص ناكس هدري هادي هدري ودفعي لحقك لخيطي فمك رمعندكش باش هدري اه بما فيهم الاب ديالي جا عندي سخط علي قل لي يا صديق طرده بنتي لا خيطي فمك وما تقصيش لحمك وما تديري تشي حاجة انا مقيتش يعني تقهرت اشتراسي تقهرت صافي سيد رئيس الجمعية عبد المجيد بن حسين مشكورتا هو مخلانيش قل لي وجا عندي مسكين مخلانيش هو اصلا دير حصل عسيسان وجا عندي ووقف معايا قل لي يا كنت تخيطي فمك قل لي رانا نجيت على اساس الخياطة لخيطي فمك قل لي رمعن وليش نعقل عليك صمت يلا سألي التصوير الحمد لله مع المنابر اعلامية كانوا معايا سمع السيداني سيد وكل لام طلعت عنده وقل لي من هذا المنبر هذا قل لي سيد وكل لام قل لي سيد وكل مالك سيد رئيس المحكامة قل لي رجال الامن قل لي القانون تي يسري فق الجامعة خاصة سيد خاصة يتبلغ سيد وكل لام قال لي تشوفوا اي طريقة تديروها باش هاد السيد يتبلغ خصو يتبلغ وخصو حضر للجلسة ما بغاش صافي اعطيونا ما بغاش خلي الميل في التحكم صافي ما بغاش يجي صافي المحكم ميل في غير تحكم صالح وانا عارفة هو ما عايجيش وعارفة عمره ما عايبغي دير لادئين حيس علاش حيس متأكد مليون في المياه بانا ديك البنت راهبنته عارف هو مزيان انا ديك البنت راهبنته ومتأكد حيس يقوله يمشي ندير لادئين عاسبه واحدة الشهود ما قادرش يجي تواجه معا حيس الشهود كلهما حيس تقدر المرحلة ديالي انا تقدر ما عاسو صلش لادئين حيس بالليس يكون واحد الشهود وليهما متاحذين في الكلام ديالهم ومتاحذين في الكلام ديالهم قادة ومتتقن على المحكمة رسالة ديال ما عايطوهاش لي فالبلاسة كيتحكم الناس هو خايف هو فاش مجا جامع الشهود الشهود غايزيره جامع الأدلة عندي عايز تزير جامع لادئين عايز تزير ولا نسميه راجل ونتحده يجي دير هاتش يجي دير لادئين يجي تواجه مع الشهود وجي واجه هذيك الأدلة اللي عندي يقول ماشي دياله ولكن هما ما يقدرش وسنشكركم انا كان طالب بالحق ديال بنتي انا بغاين ناسب ديال بنتي بغا تتشي حاجة هذيك البنية ما بغيش الحق ديال هاي داع ما بغاش حقها يدع بصفة نهائيا هذي البنية ده بصبرك الله راولاس كتفهم كل شي بغا تقرأ بغا بزاف تلحويش ليش هذي البن تتحرم مسكينها من هاتشي مش يحشومة مش يعار مش يعيب عليكم وليلة هاي الله وشكرا لكم بزاف وكان طلب من السيد وزير العديل يشوف هذي الميلف وكان طلبها من سيد رئيس نيابة العامة شوفوا الحال ديالي شوفوا الحال ديالي شوفوا الحال ديالي